في عددها لشهر أوت أكدت مجلة الجيش أن قوات الجيش الوطني الشعبي تخوض حربا لا تناظرية ضد الإرهاب من حيث الوسائل والمناهش مشددة على أهمية التحلي باليقظة والحذر مجلة الجيش تطرقت للجريمة التي ارتكبتها العناصر الإجرامية بعين الدفلة مشددة على أنها لن تغطي عن الهزائم والضربات التي تلقتها هذه المجموعات الإرهابية ولن تنقص من إرادة الجيش الوطني الشعبي ولن تثني من عازمته على مواصلة مطاردة فلول الإرهابيين مستفيدا من تجربات عناصره وخبراتهم الميدانية في هذا المجال مع اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة وتضيف المجلة مذكرة أنه خلال الستة أشهر الأخيرة تمكن الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ما يزيد عن مئة إرهابي واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة وفي هذا الصدد أشهدت المجلة بالهبة التضامنية للشعب الجزائري المشحة بالمشاعر الدافقة مع أبنائه من الجيش الوطني الشعبي إثر هذا الاعتداء الإجرامي مما زاده عزة وافتخارا لانتسابه إلى هذا الشعب الأبي المحب لوطنه مشددة على مواصلة الجزائر لكفاحها ضد الإرهاب رغم تقاعص المجموعة الدولية واستطاعت أن تنتصر عليه وهي الآن على درب القضاء نهائيا على ما تبقى من هذه العناصر المجرمة لافتة إلى أن الظروف السائدة في السنوات الأخيرة ساعدت على انتشار الظاهرة إقليميا ودوليا وتنقل الأسلحة بمختلف أنواعها في عدة مناطق من العالم لسيما على حدودنا وضعية فارضت على الجيش الوطني الشعبي تحديات جديدة بإعادة الانتشار على الحدود وإحكام السيطرة عليها لحمايتها ومنع كل محاولات التسلل المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والتجارة غير شرعية للأسلحة ومختلف المواد